السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم اتو بقي قناة من الاخرى الخلاصة معكم محمد نوردين ترتيب فراك الدور الاسباني وترتيب الهدفين بعد مباريات اليوم السبت 22-05-2021 وفوز اتليتكو مدريد وفوز ريال مدريد وكده اتليتكو مدريد رسميا بطل الدور الاسباني موسم 2020-2021 الف الف مبروك لجماهير اتليتكو مدريد هاردلوك لجماهير ريال مدريد كانت منفسة قوية جدا سيميوني ورجال زين الدين زيدان. الحمد لله على كل حال. نتعود الموسم القادم بإذن الله تعالى بالنسبة لجمهير ريال مدريد اللي أنا منهم. الحمد لله على كل حال. وطبعا هارد لك جمهير برشلونة كمان. كان بنفسه لحد الجولة قبل الأخيرة بنفسها قوية. متمعين الكرامان تعرف على نتائج مباريات اليوم. وطبعا كان فيه مباراة أمس بدأت الجولة بيها. وهي مباراة ليفندي تعادل إيجابي أمام قادش اتنين اتنين. اليوم السبت اتنين وعشرين خمسة الفين واحد وعشرين سلتا فيجو خسر امام ريال بيتيس اتنين تلاتة. وكانت مباراة قوية جدا. نقل ريال بيتيس عليه زيادة اهل لمقعد اوروبي. ايبار خسر امام برشلونة صفر واحد. احرز ادف برشلونة انتوان جريزمان في الديئة واحد وتمانين. هوسكا تعادل سلبيا امام فالانسيا صفر اصاسونة خسر امام ريال سوسداد اللي كان بينفس بقوة ايضا في المبارادي. عشان يتآهل مقعد اوروبي. احرز هدف ريال سوسداد اخوان رويز. هدف في مرموعة بيلعب لأصاسونة. احرز هدف مرموعة في الديئة ستة وتمانين. ريال مدريد فاسبرو منتادة على فيا ريالي. الاحرز الهدف له في الشوت الاول جيسوس بينو في الديئة عشرين. هدفها ريال مدريد عن طريق كريم بن زيمة في الديئة وتمانين ولوكا مدريدش في الديئة اتنين وتسعين كانت مباراة قوية جدا. ريال مدريد كان بيحاول على قد ما يقدر نو يعمل لعليه بصراحة يعني. وبلد الوليد برضو نفس الكلام برضو ريمونتادة لأتليت كومدريد في الشوت التاني. احرز ده في الوليد في الشوت الاول. اوسكار بلانو في الديئة تمنتاشر. هدفها اتليت كومدريد كالعادة. لويس سوريز ينقز اتليت كومدريد في الشوت التاني بهدف الفوز. عمل الكلام ده في المباراة السابقة واعتقد في اكتر مباراة في الدوري هزا الموسم. الف مبروك لجمهير اتليت كومدريد مرة تانية. ان هارد لك لجمهير ريال مدريد وجمهير برشلونة. انخل كوريا احرز الهدف لاتليت كومدريد في الشوت التاني في الديئة سبعة وخمسين. شوت الهدف الاول. الهدف السنة على طريق لويس سوريز في الديئة سبعة وستين. اعتقد لويس سوريز بعد ما مشوتوني من الفريق. اعتقد هو كان بيلعب بالتحدي ده اكتر من انه يعني كان عاوز يجيب الدور لاتليت كومدريد. ده التحدي الاكتر اللي كان بالنسباله. طيب ايليتشي فاز على اتليتك بالباو اتنين صفر. بكرة بازن الله تعالى اخر مباراتين في الجولة اعتقد ممكن مبارات غرناتها هتفرق. اعتقدش انها تفرق في حاجة. المباراتين مش هفرقوا في حاجة. كده كده اشبالية. كسب او خسر. هيتأهل الى دور ابطال اوروبا. دي بروتي فو الافز مش عارف هتفرق مع المبارات او لا. هنشوف ايلا يحصل بازن الله تعالى بكرة. هنشوف الجدول دلوقتي. هنتعرف على ترتيب فرق الدور الاسباني بعد هذه المبارات. متمعين الكرام في المركز الاول اتليتكو مدريد. بطل الدور الاسباني في المركز الاول بستة وتمانين نقطة. ريال مدريد المركز الثاني باربعة وتمانين نقطة. يعني فرق نقطتين. بارشنونة بعد الفوز اليوم ايضا على ابار في المركز السالس بتسعة وسبعين نقطة. اش باليال المركز الربع باربعة وتسبعين نقطة? لو جسب هيبقى سبعة وتسبعين نقطة. ولو خسر ريال السيدات اكيد مش هيلحقه خلاص صح بمركز الخامس ريال سوسيداد برصيد اتنين وستين نقطة. ريال بتيس المركز السادس بواحد وستين نقطة. فياريير المركز المركز سابع تمانية وخمسين نقطة والامل الوحيد له انه يلحق مقعد اوروبي انه يفوس في المبارة النهائية في الدور الاوروباليوروباليج. ولكن امام مين? امام خصم صعب مانشستر يونيتد. المركز الثاني في الدور الانجليزي. فياريال المركز السابع بتمانية وخمسين نقطة. سلتا فيجو المركز السامن بتلاتة وخمسين نقطة. اتليتك بالباو المركز التاسع بستة واربعين نقطة. غير نقطة للمركز العاشر بخمسة واربعين نقطة ومباراته مش هتفرق. هيبه تمانية واربعين لو فاز عادي يعني. والسلسون المركز الحادي عشر باربعة واربعين نقطة. قادش للمركز الثاني عشر باربعة واربعين نقطة. ايضا في فالانسيا المركز الثالث عشر بتلاتة واربعين نقطة. ليفانتي للمركز الرابع عشر بواحد واربعين نقطة. ديفورتيبو الافز المركز الخامس عشر بتمانية وتلاتين نقطة. وايضا مباراته ام اشبالية مش هتفرق كتير. ختافي في المركز السادس عشر بسبعة وتلاتين نقطة. في المركز السابع عشر بستة وتلاتين نقطة. واختفي برضو مباراته مش تفرق كده كده. التلات فرق اللي نزلوا هما هقول لك عن دلوقتي. المركز السابع عشر بستة وتلاتين نقطة. هوسك المركز السامن عشر باربعة وتلاتين نقطة. ولاد الوليد المركز التاسع عشر بواحد تلاتين نقطة وقبار. المركز العشرين والاخير بتلاتين نقطة. خلنا اقول لك بقى ان قتلتكم مادريد وريال مادريد طبعاً وبراشلنا وإشبيليا. لبلول لغدر دول دول تقاهل دوره أبطال أوروبا رسمياً. حتى لو إشبيليا ما لعبتش المباراة الأخيرة. أقصدي يعني لو خسرتها. أكيد لازم تلعب. ريال شهداد المركز الخامس كده تقاهل رسمياً للدور الأوروبي. الريال بديس المركز السادس. ده تقاهل لدور الكونفرنس أو دوري المؤتمر الأوروبي. دلوقتي. لو فيا ريال كسب أمورته هيبقى متأهل لدور أبطال أوروبا مع الأربع دول. ولكن في حاجة اعتقد لو هو فايز وراح دور ابتال اوروبا. ساعة المركز الربع مش هيروح دور ابتال اوروبا وهيروح الدور الاوروبي مع ريال سوسيدات. اعتقد الحكاية دي. تمام? خلنا ما انتفقين على المعلومة دي يعني. طيب. دلوقتي عندنا الثلاث فرق اللي نزلت. هو اسكا طبعا وبلد الوليد وقبار هما الثلاثة دول نزلوا لدورة الدرجة الثانية. نرجع ونشوف ترتيب الهدفين. اعتقد صاحب المركز الاول اكيد ليونيل ميس لاعب برشلولا في المركز الاول بتلاتين هدف ولكن مش احصل على الحزاء الزهبي لان ليفندوفسكي عنده واحد واربعين هدف في الدور الالماني ليونيل ميس لاعب برشلولا في المركز الاول بتلاتين هدف مركز ثاني جيرارد مرينو لاعب فيا ريال بتلاتة وعشرين هدف المركز الثاني ايضا كريم بن زمال بعد احراز اليوم هدف لاعب ريال مدريد بتلاتة وعشرين هدف المركز الثالث لويس واريز لعب أتليتكو مادريد عام الموسم رائع جدا مع أتليتكو بصراحة بواحد وعشرين هدف أنقذهم في أكتر من مباراة المركز الرابع الأنقذ إشبيلية فعلا النجم المغربي يوسف النصيري أنقذهم في أكتر من مباراة وخلاهوا من دلوقتي مركز الرابع النجم المغربي بـ 18 هدف مركز الخامس ألكساندر إزاك لعب ريال السيداد بـ 16 هدف خلنا نتعرف على ترتيب صناعة الأهداف متصدر صناعة الأهداف اللعب إياغس باس لعب سلتا فيجو سنع 13 هدف مركز ثاني ماركوس لورينت لعب أتليتكو مادريد سنع 11 هدف وتوني كروس لمركز الثالث لعب ريال مدريد سنع 10 أهداف وهينيك كراسكو لعب أتليتكو مادريد وفي مركز الرابع دينيس سواريز لعب سلتا فيجو سنع 9 أهداف وكريم بنزمال لعب ريال مدريد ولينلمس اللعب برشلنا وخير وخدي فروتوس اللعب ليفندي اشترك في قناة وفعل زر الجرسة وكان معكم محمد نور الدين نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته